موسيقى مساء الخير بيقولوا ان الحب بيصنع المعجزات بس انا مش عارفة ايه هي المعجزات بالضبط بس اللي عارفة كويس ان الحب مقدرش يحمي بيت ياسمين بطل القصة حقيقية النهاردة بالعكس الاتنين كانوا بيحبوا بعض جداً كانوا شايفين ان هم ماينفعش يكونوا غير لبعض والنهاردة بيقطعوا بعض شوية الحنية اللي كانوا في الاول اتحولوا لعنف وكره طب ايه اللي حصل بالضبط تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف ياسمين بعتها تقول لنا ايه اسمي ياسمين وعندي 25 سنة بعد قصة حب حلوة كنا فيها بنعشق بعض حرفياً كان كل اللي فارق معنا اننا نعيش مع بعض تحت سقف بيت واحد مش مهمة بقى اي ظروف او مديات اتجوزنا كان عندي وقتها 19 سنة وهو كان عنده 22 سنة كنت فرحانة وهو كان بيعملني احسن معامل كان حنين معايا بيتمنى لي الرضا ارضى من وقت ما عرفته لحد ما اتجوزنا ما كانش عنده شغل ثابت كان معتمد على معاش والده المتوفي والدته كانت بتقبض المعاش وتديهوله وبالمناسبة مامته متجوزة من بعد ابوه بس مش مسجلة جوازها بشكل رسمي عشان تفضل تقبض المعاش مع انها شغلة شغلنا محترمة في وظيفة حكومية كبيرة حلوة قوي يعني انت جوزتي واحد وهو ووالدته بيتحايلوا على القانون بياخدوا من الدولة حاجة مش حقهم طيب ما فكرتيش ان الفلوس دي ممكن تكون فلوس حرام وبعدين هو الطبيعي ان جوزك يعتمد على المعاش وما يشتغلش تعالوا نكمل جوزي اشتغل شغلنات كتير بس كان دايما بيسيب الشغل لحد ما حملت في طفلي الاول زادت مصارفنا بقيت الظروف صعبة جدا وعشان اخف من علي الضغط قضيت تقريبا فترة حملي كلها عند اهلي وهم اللي كانوا شايلين المسئولية المتابعة الكشف والادوية وبعد الولادة اتغير بقى يسمع كلام مامته بطريقة غريبة اول مامته يا سالي كانت متحكمة في كل تفاصيل حياتنا مثلا كنت دخلة معها جمعية انا واهلي لما جي دوري ما رضيتش تدهالي صممت ان هي اللي تروح بنفسها يوم الولادة وتدفع كل حاجة بيدها ده غير بقى التحكمات والاوامر والاسلوب الصعب في الكلام كانت بتتدخل في اكلنا نجيب ايه نعمل ايه وجوزي للأسف كان بيسمع لها حتى وهو عارف ان كلامها غلط وده طبعا عشان ما عاش بابا اللي كانت بتدهوله وبعد فترة حملت في بنتي التاني وهو لسه زي ما هو اشتغل شوية يقعد شوية لما بقت حالتنا أصعب وأصعب فقررت مامته تساعده واشترت له عربية أمناية عشان تشغلوا عليها بدل ما يتقي ربنا ويقول دي فرصة وجات لي أحفز عليها وأحفز على لقمة عيشي عشان مراته وعياله مشي في السكة الغلط بقى ديلر بيوصل بالعربية مخدرات وما فيش ولدت بنتي التانية من هنا وجوزي اتقفش اتسجن من هنا أمه جريت وراء قومت له محامين لحد ما طلعته في الآخر بس أنا كنت خلاص قفلت منه حسيتني وردت نفسي طوريطة ملهاش آخر بعد ما طلع من السجن خد العربية واشتغل عليها شوية بعد كده عمل زي المعلمين بيقعد على القهوة ويدي العربية لناس تشتغل عليها بعدين يرجع لي آخر الليل ويقول لي مفيش فلوس ما جبتش حاجة معيش كنت بغضب كتير أروح عند أهلي بس بابا كان دايما يرجعني ويقول لي ملكيش غير بيتك وفي مرة من المرات قال لي أنا مسافر شغل بالعربية اكتشفت بعد كده إنه هو مسافرش ولا حاجة كان بيوصل مخدرات اتمسك بحشيش وقعد ست شهور في الفترة دي أنا روحت عند أهلي بابا اتكفل بمصاريفي أنا وولادي وحمتي فين وفين كانت بتيجي ترمي خمسمائة جنيه في وشي وتمشي وبدل مطلب الطلاق وقفت جنبه اتحملته طول الست شهور لإني كنت بحبه لحد ما طلع وقعد فترة في البيت من غير الشغل وبردو بابا اللي كان بيصرف علينا ومامته بعت العربية في الآخر عشان كانوا محتاجين فلوس وبعد فترة قال لي إنه هيجيب فيزيت زيارة للإمارات ويروح هناك يدور على شغل ولما يزبط حاله ويغير الإقامة هيبعت لي واستلف فلوس السفر من بابا بيعني دهب كله وسافر بعدها بفترة صغيرة ما كانش أكمل شهرين لقيت واحدة بعتت لي سكينشوت إنه بيخلني معاها بيتكلم علي بيقول إني بردة مش بردة تديله حقه الشرعي لما يطلبوا مني أنا شفت كلامه ما استحملتش قررت أطلق منه لما ينزل نزل بعد خمس شهور من سفره قال إنه ما توفقش وما لقاش شغل لما سألته عن الكلام اللي وصلني أنكر إنه بيكلم حد رحت واجهته بالسكينشوتس والمحادسات اللي معايا سكت واعتذر وقال لي آخر مر مع إنه عملها كتير وهو هنا معايا لما كنت أروح أبات عند ماما وأرجع أمسك تليفونه ألاقي مكلم بنات منهم اللي تدخل تكلمني عن نات تبعات لي صور لي هو بعتها لها وصور ماينفعش تتشاف وأنا أسكت وأقول خلاص مدام ده في التليفون وبس عادي لكن لما جاب سرتي بكلام كله كتبه وفترة لقيتني ساعتها كرهة أعيش معا مش قادرة أسامحوا على كل اللي عملوا بس أهلي رفضوا إن أنا أتطلق منه عشان ولادي كل ما كان يحاول يقرب مني كنت برفض فيقوم يختصبني ياخد حقه بكل وحشية لدرجة إنه أزيني في جسمي جامد وبتعب جدا من طريقته إلا ما فيهاش ريحة الإنسانية وكأننا في غابة أنا تعبت من عيشتي معاه مش عايزة أكمل وولادي قلت هسيبهم له عشان أضغط عليه يرضي يطلقني لكن أهلي مش موافقين إن أسيب ولادي خصوصا إنهما بدأوا يجباره وإبني بقى عنده خمس سنين وبنتي عندها ثلاث سنين ودلوقتي دايماً يقول إنهو معهوش فلوس معتمد على الفلوس اللي أهلي بيده هالي ويستنى كمان أخته تبعت له هي وأخوه عشان هما مسافرين تعبت يا سالي في حياتي معي هو أصلا ما يهموش أي حاجة غير حقه الشري وبس حتى لو كنت تعبانة أهم حاجة عنده نفسه وكتير بياخد حقه الشري غصب عني لو سمحت يا سالي أنا عايزة تطلق خايفة أظلمه مش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت الرسالة أنا عايزة أسأل بقى سؤال سؤال لي والكل اللي بيتفرجوا علينا كده مين الظالم في القصة دي أنت اللي خايفة تظلميها يا سمين جوز يا سمين اللي مقدرش نوية تحمل مسؤولية ولا أمه اللي خلته مش قادر يعتمد على نفسه ولا يا سمين وفقت على واحد ما عندوش شغل عشان بتحبه الحب هيأكلنا الحب هيشربنا الحب هيصنع المعجزات واللي أهلها اللي قابلين أن هي تكمل مع واحد بيشتغل ديلر استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن ياسمين اللي اتجوزت بعد قصة حب وهي عندها 19 سنة من شاب أكبر منها بتلات سنين وفقت ياسمين ناية تتجوزه وهو مش عندو شغل ثابت هو معتمد على معاش بابا المتوفي معتمد على أمه وفي نقطة كده صغيرة ما خدناش بنا منها أنه مامتو متجوزة في السر ومش أيلة عشان تقبض المعيش كالعادة حملت منه على طول لأن المعيش مش مكفي عملوا إيه أهل ياسمين هم اللي بقوا يصرفوا عليها عشان جزها يوم شغل وعشرة لأ بعد فترة مامتو اشتريت له عربية همناية عشان يشتغل عليها مشي في سكة المخدرات بقى ديلر اتمسك وتسجن لما اطلع قال لها هنا هسافر خد دهابها عمل فيزيو تزيارة الإمارات راح يدور على شغل خد فلوس كمان سلاف من باباها خليها تقريبا بعد كل دهابها زي ما بقول لكم لما سافر جات لي اسمين ماسج فيها سكرينشوت بيتكلم مع واحدة واحدة ست بيخونها بيقول علي اسمين يا بردة مش بتدي له حقه الشارعي وقفلت منه كرهته لما رجع بعد خمس شهور قال لها انا ملاقيتش شغل راح تيام وجهة بقى بالرسائل قاعد يعتذر بس هي طلبت منه الطلاق بس أهلها رجعوها لي بس هي خلاص مش قادرة تتعامل معاه ده اللي خليه ياخد حقوقه الشارعية منها بالعافية مش فارق مع غير نفسه بس وهي دلوقتي مش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور وفاق شلبي المعالجة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور وفاق زيك يا سيك أخبارك ايه الحمد لله تمام ايه رأيك ان الحب بيصنع المعجزات لا اذا الحب واحده يكفي لا مش موافقة مش احنا منحبه بعده هنستحمل بعده وانعدي بعده اي حاجة بسي الحب بيصنع المعجزات في حاجات تانية غير الجوز يعني ايه يعني ممكن يصنع المعجزات في علاقات تانية غير الجوز فكروه شغل نعمل حاجة ما حصلتش او ام مع بنتها او اب مع بنته وهكذا انما في الجواز الحب واحده مش كفاية انه يبني بيت او يبني اسرة يعني لازم ندخل الماديات في كل حاجة مش الماديات بس كمان فيه فاليوز القيم انه رازم يبقى فيه قيم هو كان حنين وطيب وفيه كل حاجة فاجأة لما هي طيب دي بقى بتحسس منها جدا انا حسس حاجة ليه ليه بتجيب لك حسين لان معظم الستتات لو جدي سألتيها او البنات انتي عايزة ايه موصفاتك فارس احلامك هتقولك عايزة راجل غني لا طيب لا هتقولك عايزة راجل غني دلوقتي الجيل ده انا عايزة راجل غني لو هي قلت لها طيب انتي ايه اللي انتي مرتبطة بيه ده انتي شايفة ايه مميزاته هتقولك طيب طيب دي كلمة مططة جدا ايوة طيب يعني ايه عايزة طيب بيحبني وبيخاف عليها طيب يعني ما يسبكيش تزعلي وتتفلقي يبقى مش هاين عليه زعلك ايه هو مفروض ان احنا نسيب بعض نزعل ونتفلقي عادي يعني هو بيمن عليها لما هو ما بيسيب لا على فكرة اغلبية الرجالة لما احنا هنتكلم لانهم بحبش عامن بس اغلبية الرجالة بيرجعلك لما بتهدي بيسيبك واول ما تهدي بيجي تكلمك طب لما انا هديك من غيرك ده ده ما انا مش عايزك ده ده مش بتتفلقيها وعايز يديك مساحتك وبعيني يرجعلك بس الستة ما بتحبش كده الستة عمرها ما بتحب المساحات ما بتحب ان هو يبقى فوق دماغها صلاحني وامشيك صلاحني وقولك لا صلاحني لتاني وقولك مش عايزة صلاحني تالت وقولك هفكر ده الطبيعي ايوة بس خدش بالك ان الطبيعي انت بتكلمي عنه ده بيعمل مشاكل في العلاقات يعني احنا ما بنبقى الصرحة مع بعض الهضوح هو افضل لكن لما احنا نبقى انا بقول لا عايز اقول لا او او اعايز اقول اه فقول لا دي حاجات مش ناطجة خاصة طب انت رأيك في جوازة ياسمين اي من الاول كده احنا هنتكلم عن الجوازة من الاول خلاص من بدايتنا في حاجات كتير بتبين ان الجوازة فيها مشاكل وهي ايه زي مامته يعني تخيري مامته ايه المشكلة يعني الاول اللي بتربي ابن بتاخد معيش بتغضع الدولة طبعا دي كارسة وانا فيه نفس تقولك ايه المشكلة يعني ما احنا غلابة يعني ما ناخد من الدولة ايه لا يجرع انا كنت بتكلم عن متلازمة الغالبان دي قبل كده اذا مجدد في حاجة مع متلازمة الغالبان الناس تتيح للغالبان او تدي له فرصة انه يعمل يسر يأتي القص غالبان اه بيدعي الغالبان او يعني ما تعملش كذا ما تغديش حقك منه ما تعملش كذا او هو حرام مسكين سيبي مسكين سيبي بيأكل عيش وممكن يبقى معندوش ضمير بس عادي عشان غالبان فمباح له كل حاجة فده مش صح يعني ده من الاول المفترض هي كانت تقول انه هي واهلها يقولوا ان دي ده مش رات سلاك دي دي واقفة بالعلامة كده الناس مبتبقاش متخيلة انه الخداع ده سمة شريرة ما بيجيش لوحدها يعني طالما انا باخدع حد او باخدع دولة كاملة وعايز اخد حاجة مش من حقي فده معناه ان انا بربي ابني على نفس الشي انا معناه ان انا باتصرف طول الوقت بنفس الطريقة عشان كده يعني جزها عشان كده جزها خداعها نقوم عندهم مبدأ الخداع بس انا عايز اقولك الحاجة انا لاحزت حاجة هو تغير لما هي راحت تولد عند اهلها وقعدت فترة عشان تريحهم مصاريف مش ممكن يكون الام سيطرت في الوقت ده يعني انا ملاحظة ان الحتة دي مثلا احنا ماخدناش بالنا منها موكان كويس قبل ما يدخل هي الام ما بتصحاش من ام تسيطر اكبر وزيار هي الام بتبقى ام مسيطرة من اول يوم فهي ام مسيطرة متحكمة في حياته كلها وهو بيسمع كلامها وشخصته ضعيفة قدام يعني ايه بقى سمات الام معظم الرجال اللي امامتهم مسيطرة او عندهم ام مسيطرة مش هزا اقول نرجسية يعني عشان لا عصي مش درجة نرجسية هي مسيطرة بتحب ابنها لكن بتحبش نفسها يعني هي مش تزاو تبقى نرجسية نرجسية بتحب نفسها لا 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 النرجسي مش بيحب نفسه الحقيقة دي المفاجئة التانية بس الاغلبية بيقولوا لا دكتور وفاق انه نرجسي بيحب نفسه جد وكلكم ملكي لا هو شخص بيشعر بالدنيا الشديدة لكن بيبين قدام الناس انه بيحب نفسه لكن هو من جوا ما عندهش سفر يسفه من قرائك يسفه من تصرفاتك يقلل من الناس اللي حواليه وشافي ناس كلها اغبية وهو الزاكي الوحيد طب مامتو ممكن نقول عليها صفات النارجسية مامت الصفة الوحيدة هي السيطرة بس احنا ما عندناش بقية السيطرة بس اخوذي بالك السيطرة والخداع اللي اتنين سيطرة نرجسية طب ازاي اعرفها يعني احنا دلوقتي داخلين على العيلة وفي حد متقدم لوحدة عرف مين الام دي موسيطرة يعني دايما في حاجة واحدة بس الرجالة تيجي تقولها لك لما يجي تقدم لوحدة يقولك يا عم ده الست اللي بتتكلم والرجالة عدا سكت الست هي لما ماشيها بيتي يعني دي انا سمعتها كتير قوي في أرض الواقع فالمفروضة عارف منين بصي احنا مش عايزين الست تماشي البيت لوحدها ولا الرجل يماشي البيت لوحده كمان ما ينفعش ان رجل بيتي عبد انت مش تعرف تتكلم الكلمتين دول هقوله مانا اه عارفها بيوت كتير كده اه اسكت انت بس خدي بالك ان البيوت دي البنت بتطلع منها هي كمان عايزة تسيطر على جوزها فتلاقي ان جوزها مش زي بابوها فتبتدي بقى تحصل مشاكل هي دي فكرة انه عايزة تتبقى النموذج ده في البيت لانه شايفة وموتها بتعمل كده فلذلك ليه حد يبقى مسيطر ما ليه الحقيقة مشاركة ليه احنا مش بنشور على بعض في كل حاجة وناخد قرار ليه هو يبقى ساكت وانا اللي بتكلم اه 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 ساكت وهو اللي بتكلم السين احنا ماخدناش بنا ان الامة مسيطرة خلصة مفيش ولا حاجة بتقول كده كل كلام هي دولة على كده هي اللي بتقول كل حاجة هي اللي بتاخد كل حاجة هي اللي بتاخد الجامعية اه جامعية اروح احطها بنفسي مسيطرة جدا كل دي حاجات مسيطرة طب اهل بقى ياسمين ايه هي اللي بتقوله يعمل ايه وميعملش ايه وبتشيرول العربية وبتقوله هي اللي بتقوله كل حاجة بيبقى باين على فكرة بس الناس بتطعش اهل ياسمين ايه موقفهم ايه يعني انا لما لقي احنا وافقنا على جوازة زي دي وقلنا ببنت بتحبه وسترنا بنتنا ويه عندها 19 سنة فهي بتحبه مع ان انا مش شايف انه ده حب وانه الواحد بيبقى ناضج وعنده 19 و20 لحد 25 سنة ده مرش حب ماما انا لقي اول واحد لقيته في حياتي فحبيته اه حب مراقب ما نزلتش اتعرض للشغل اشوف مجتمع اشوف ناس ويبقى ليه اختيارات كتيرة فهم ازاي يعني اهلان شايفهم ايه وبعين لازم انه ايه معلش احنا هنصرف عليك ونستحمل جوزك اه مخدرات لا ارجعي له اه الست ملاش اللابيتها والجوزة جبت عيل جبت التاني هنشيل معاك ايه ده اه علشان يخلصوا من همها اكيد يعني طب هم كده بيدفعوا حملة ثلاثة يعني انتو كنتو بتصرف على بنتكو واحد بلقتي بنتكو واتنين عيال يعني هم اتدبسوا في ده كله فخلاص بس هو المفروض ان الاهل يبقوا عندهم علم بدا انو لو انا اخترت بالبنتي جوازة مش مناسبة ما انا اللي هشيل ده فليه انا بتصرع اعمل ده ليه ما بصبرشي ليه ما بتحرش الدكة وانا في الجوازة دي ما بشوفش العيلة دي اللي انا دخل عليها ببنتي دخل عليها عاملة ازاي هي دي فاكرة ايه انو خلاص عايز اتجاوز حكيتني اصد تعرف يعني شايفة هم بيفكروا ازاي والست متجاوزة فعلا جواز عرفي وفي السر وبتاخد معاش يعني ما هو معنى الام مخدعة ايه ده طب مربية الابن ازاي عزي الابن مش الام مخدعة انا متقدم لي واحد دي ظروفه مش مهم الفقر مش مهم هو ما بيشتغلش مش مهم اي حاجة مهم انتو ازاي بتتلعبوا كده على القانون زي ما مثلا حد يكون ايه اللي كان اطلعت مثلا من بطاقة علاجية بتاعت والدي لان انا تفرجت وانت لسه بتتعالج وبتقول ان انت مثلا او واحدة مثلا تكون متزوجة او هي بتبقى على بطاقة علاجية بتاعت بابا ايوة ما هو الخداء 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 مش خاص بالافراد ايوة انا قصدي بسديت يعني انت لو خدعتي الدولة تبقى برضو دي سمة شريرة فاهميني هانكيو زي اللي بسرقوا وصلات الكهرباء اه 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 بسرقوا وصلات ال ال اه اي حاجة بيعملوها بيلاقوا تبرير حتى الفضايات حتى بسرقوهم ببعض يعني اه 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 ايوة خد السلك ما قدلت لو عملت كده هتعمل كيف اي حاجة تانية صح وهي دي البداية فعلا فهي انت مستغربة ليه بقى ان هتربي تاجر مخدرات في الاخر واحد طبيعي يعني بس انا انا مش هسقلك بس سؤال دلوقت اللي هو ايه ليه الاهل دايما يقولوا انه استحملي وارجعي وحتى عشان تبقى عندك عيال ما بقيتش الشيطة لو احدك تعال اول نسمع رأي الشارع قالوا ايه ونرجع عنا كابا ميش لا طبعا المفروض الراجل طبع ما تزوج فهو المسؤول على انفاق فلابد ان يكون اه يدور على مصادر شغل عشان يقدر يوفر مصاريف المعيشة للأسرة وإلا ما كانش يتزوج مفروض ان العربية دي جاية عشان هو يعرف يزود الدخل بتاعه لكن انه يتاجه الانفاق جزء من مصاريفه في المخدرات والتالي ده بيتحرم من مصاريف الأسرة فده خطأ كبير جدا يعني ده خلال سلوكي مراكز التوجين الاجتماعي طبعا لابد انها تدخل في الأمور ديت وتعمل عملية دورات نصح لتزوجه حديثا لو عندها مصاريف دخل محترمة وتقدر تعيش تعيش حياتها يعني لو ملاقيتش وسيلة أخرى للإصلاح بينهم سيحة مني اللي هي بيسيبهم القصة دي تصالف وتبدأ حياتها بقى مع عيالها الوحدة لان هي داخت وراءها جابت العربية بدأ في قصة المخدرات جابت العربية اشتغل فيها في المخدرات والديته بدهنة الكلام ده كله فهي نصيحة اللي هي تسيبه منه خواه استاهل اللي جرالها لان هي شافت هي شافة اللي هو شخصية مش شخصية اللي واحدة تبيع حاجاتها عشان خطره كلام ده كله بس هي عمل كل ده عشان خطر عيالها ايالها انا رأي في اللي هو مصراده يعني جابت له عربية وخلفت منه وتقبض عليه مرة وتتويق ارفت انه تمسك مرة وسمحيته وثاني مرة وسمحيته المفوضة هي تلت مرة دي ما توقفش على زميته عشان التفل اللي معاها او التفلة وعشان حياتها بعد كده ازا كان هي مش قد اخد القرار المفوضة بحد من اهليتها الموجودين اللي هو اشترك معاها في الجريمة دي انه هو خلصها منها كل حاجة اتضمرت مسببه هو المفوضة هي القرار الوحيد لها الانفصال الغلطة الوحيدة ان كان المفروض بدلا ما يبدأوا ان هما يصلحوا فيه الاول كان محتاج دكتور نفسي الاول يقعد معاها ويفهم الموضوع كويس ويبدأ يصلح اللي بوازته الام الام تعتبر هي اللي بنت وبوازت في نفس الوقت عن صحب ان هي تزمر معاها واتطول بالها خصوصا لو فيه اولاد لان هما دول اللي هيتفاعوا التمن لا ما تنفصلش ما تستعجلش يعني هو ده كده كده يعني ممكن يبقى في المستقبل لو محققش المراد منه معروفة كده عن اي حد في يد من المخدرات بيبيع كل حاجة بيبيع اللي حواليه كلهم لازم الاول حاجة يخش بساحة واتذبط نصيحة ليه هو لازم يراجع نفسه في كل اللي فاهم ايه رايك باي دكتور رفاق فل انت شفتينه فيه ناس تقولك محتاج دكتور نفسي انا عجبتني قوي في ناس تقولك لا طبعا تسيبه هو نعمل ايه في الحالات الزي دي فاعل بصي التلق صعب جدا بالنسبة للستين انا انا شايفة انه لو فيه حد كده جاب فلوس كتير كده ورماهم كده من فوق على مصر هتلاقي انه قص العلم تلت اربعهم اتطلقوا بجانا طبعا يعني انت عايزة تعرفي البلد عاملة ازاي انت جوه العيادة النفسية النبض بتاع البلد بيبقى واضحة نبض المجتمع فكرة انه الناس عايزة تطلق وعايزة تنفصل بس مشكلتها الفلوس مع ان احنا نسبته ومعدلات الطلق عندنا عالية جدا واحد بيجوزك وغضب ده لو فيه فلوس هتلاقيها من كده جميع طب وبعدين انتو بتجوزوا غصب يعني بيجوزوا ليه لما هما عايزة ينفصل او هيطلق عندنا ياسمين تسعتاشر سنة هل هي مدركة انها دلوقتي بتختار شريك حياة هل هي مدركة هي عايزة ايه ولا مجرد لسه خرجة من سن المراهقة عايزة حب وخلاص الزوجة ممكن تبقى نادلة لو سبت جوزها عشان تسجن مخدرات لا لبس فيه ناس بتقولك ايه ده ما وفيتش جنبه ده مش جدع انت ازاي كده لانه حاجة مش كهرية ومش جايله من بره ده هو عملها بايده ظروفه يا ستي وظروف المعيشة خلته يعمل كده انا بقى سرع عشانكو انا بقى بقى شرب مخدرات عشانكو ايه اللي كان غزبني انا الحاجات دي معشانك انا محتاجين نتعلم انه فيه حاجة برضو سما برضو نرجسية بما انا منتكلم عن نرجسية النهاردة فكرة انت اللي خلتين اعمالها انت اللي خلتين اضرابك انت اللي خلتين اهزاقك انت اللي عصبتيني انت اللي استفزتيني انت اللي خلتيني تاجر في المخدرات لا هو بيعمل لبي كامل ارادته وما ينفعش انه يرمي على حد تاني ويقول انه هو السبب اللي عمل كده ومش عايزة تحمل مسئولية تصرفاته فأيوة ستت لو كيت متجوزة تاجر مخدرات ايوة تمشي وتتطلع انه اهلها مش شادين انه محستيش انهم مش شايل مسئولية تصرفاته طب واهلها مش شايل اهلها مخطئين طبعا من البداية لانهم وافقوا على الجوازة دي طب خلاص احنا وافقنا على الجوازة وما كناش نعرف الظروف استحملي يا بنتي وارجعي وعودي في بيتك يعني فيه اهل في الدنيا يكونوا اسوياء وعاديين شايفين انه عادي ان بنتهم تتجوز تاجر مخدرات بس انت شفتي بمرحلة دي انا انا اخد هسألك سؤال وهنطلع فاصل وارجعي اجابه بعد الفاصل ممكن يكون فعلا زي ما هي بتقول انه بياخد حقه الشرعي بالعافية بيكون تحت تأثير مخدر او مش عارف هو بيعمل ايه فممكن في يوم الايام يعمل اكتر من كده وفيه كمان مصطلح بقى بيتقال كتير انه زي ما احنا سمعنا الخرس الزوجي بقى فيه بقى حاجات ووي ووي فيه الاختصاب الزوجي فده هنتكلم عليه بس بعد الفاصل استنون دايما العلاقة الحميمية لها خصوصية بين اي زوج وزوجته ما ينفعش تكون غير بحب ورضى والسؤال دلوقتي تعمل ايه الزوجة لو كانت مجبورة على العلاقة الخاصة دي مغصوبة عليها والرجل اللي قدامها شايفونه ضحقه الشارعي وانه هيغدو حتى لو كان بالقوة ده اهم سؤال خرجنا به من قصة ياسمين النهاردة وهنتكلم فيه مع دكتور وفاق دكتور وفاق يعني ايه الاختصاب الزوجي؟ يعني انه الراجل المفروض العلاقة الحميمية زي ما قلتي تكون فيها رومانسية تكون فيها مقدمات الأديان كلها بتقول كده يعني علم النفس بيقول كده والراجل بيبقى عايز ده بالعافية ايوه مش بمزاجها انا متجوزها ليه؟ عشان تعفيني تديني حقي ده بقى يعني لو اي حاجة بالعافية بدون ردة الطرفين تبقى اغتصاب حتى لو هم متجوزين بس احنا بقينا نسمعها عندنا حاجة كده مصطلح والمصطلح ده مكانش موجود لأ عندنا مصطلح كانوا بيتريعوا عليه كده في وقت ما الستات بتشتكي والبنات تشتكي من التحرش والحاجات دي فيقولوا نو مينز نو كانوا دايما يتريعوا الحكاية دي ايوه حتى لو الستة قالتها مع الراجل من حقها يعني لو هي في وسط العلاق حرام عليك انك تقولوا نو انت بس انا تعبانة انا هل كان انا معايا العيال بحمي العيال واشتغل وبقوم اشوف اكلك وبقوم ما جاتش على يوم انه خلاص تعبانين ده الفهم الخاطئ للدين اللي هو انا من حق والملائكة هتبتل عنك فهم خاطئ للدين ان هما بيستغلوها زي ميقلك الشرع محل اربعة يبقى انا هتجاوز عليك اكيد المنطق بيقول ان ربنا مش بي بيأمرك بحاجة او بيأمر بحاجة تجيب ايزاء للطرف ربنا قال السكينة والمودة والرحمة انه تبقى رحيم بها تبقى ساكن ليكو مودة لما انت تلاقي تعبانة طب طب عليها وتودها لكن بالعافية انا بقوله هو ممكن يكون تحت تأثير المخدرات بيبقى مش فهم هو بيعمل ايه ده حقيقي ولا هو ما بيهتمش فعلا الا بنفسه لانه بروح يكلم ستاته وبيكلم والله يوارد بس هل ده عزر مبرر يعني لا مش مبرر لا مش مبرر انا بقول المبرر عشان سيبه انا مبرر ان هو وصل لمرحلته مش واخد باله وبيعمل ايه في مراته ممكن يعمل اي حاجة في عياله بس انا شفت حالات بيبقى هو في كامل كوالة عقلية وعرف هو بيعمل ايه كويس قوي ومفيش مخدرات وبيعمل مفيش ايه مخدرات وعيد طب لو انا جيت قلتلك على سكين بدوصل لدرجة انه ممكن يقيدها كمان يعني تأييد مثلا لو جيت قلتلك بقى السكينشوتس اللي شفيتها هو انا لما لايك جوزي بيبعت لبنات واقول ده عادي ما هو فالعلم الافتراضي انا مستغربة بس انها بتقول ايه اصلا تلمع ونو فيلنجز ومش بوبليك صوت معقولة يعني دي مش خيانة ان هو يجي له ميسج ويرد عليها او يبعت صور او 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 خيانة ثقة لانه انا بكلم حدي داني وليه هو ياسمين زالت عشان هو قال عليها بردة ولا زالت عشان هو بيكلم واحدة تانية انا عندي مشكلة كبيرة او في خصتي ياسمين لما عادت اذكرها انا متضايق هي واضح انها زالت انه قال عليها بردة صح او او ازي يقول عليها كدس انا ما هي عارفة انه بيكلم ستات تانية وعادي مكبر دماغها وسمحيته قبل كده في حالة كتير فعلا وكلمة بردة هي اللي وقفت عندها لو قال عليها ان انا امر عاديها بس انت عارفة فكرة ان الراجل يتكلم على مراته مع ستة تانية دي زاهرة يعني ايه ما هيكلم امي يعني بتحصل بتحصل كتير قوي انه ممكن يصور مراته في البيت عشان يثبت قد ايه هي مهملة في نفسها ويبعتها للسروة البنت اللي بيكلمها او الستة اللي بيكلمها ودي حاجة طبعا يعني صعبة عايش معها عشان التلاجة عشان تعرفي انها مش مهتمية بما احنا احنا بنقول دايما لا اكلاشيهات اللي الجالة بيقولوها كتير وللأسف لسه في ستات بتصدق لانه في قاعدة عامة انه الراجل متزوج فهو سنجل مطلق فهو سنجل ارمل فهو سنجل انا سنجل انت بتتكلمي في ايه يعني عادي انا عايش معها عشان العيال انت احنا حياة بيننا مستحيلة ففيه رجالة فعلا بتقول كده هو ممكن يكون بيقعد يقول كده للستات عشان يقعد يكلمهم ويتعدي اه وفيه ستات كتير الساس جاء بتصدق بس دلوقتي يبقى فيه وعي والناس بقتفاهمة ان دي كلاشيهات بتترد طول الوقت والرجل بيقولها عشان يستامي للستة او يستقطبها فالمفروض ان الستات تبقى انصح من جد طب هي بقى زالة انه كلام ده كله ما يثبتش اي حاجة ممكن تبقى علاقته امراته كويسة جدا بسوبي وهمها بده هي ما عندهاش كذا سبب ان هي تمشي عنده ما تمشيش لي بقى عشان اهلها بيرجعوها تاني هي فعلا بقيت تكرهه وبقيت مقفولة منه ولا ده دلع انا زي ما بحبيتك هكره وارده ده كتير ستات بتعمله انها بتحاول تلاقي سبب للاستمرارية لانها بتحبه يعني هي بتحاول تلاقي او فبتحاديله تصرفاته فبتكمل هي دي فكرة الفكرة انه هي كمان مترخية شوية في كلامه انا رحزت انها مش اصدق اوي انها تمشي يعني انت بش حاسة ان ايه بعتلنا عشان نقولها سي بي هي بعتلنا عشان نقولها كملي واستحملي يا بنت لانه لو هي عايزة كتا ترفع عضية او طريل محكمة دايما بنقول اقرب من قصة حائلة هو لو الاهل مش داعمين طيب ما تستقل هتقوليه بقى فلوسه مش فلوسة الستات بتشتغل دلوقتي وبتعمل اي حاجة عشان تعيش طفلة عنده خمس سنين وطفلة عندها ثلاث سنين وتشتغل لا يعني هي ملهش مصدر داخل خادص ما هو واضح انه اهلها هم اللي بيصرفوا عليها وحتى يعمل الجماعية يعني بدل ما اهلها يصرفوا عليها وهي قادة في البيت طيب ما هو ممكن هي تسيب لهم الولاد وانت عارفة ايه كلمة مطلقة دي عارفة ايه في مجتمعنا بنتي تبقى مطلقة انت ليه عايزة تبقى مطلقة عشان انتو زي ما دايما بيتقالك والكومنت اللي انا ممكن اشوفها على السوشال ميديا عشان انتو بتخربوا البيوت او ان انتو جوز مطلقات او ان انتو واحدة ما سبق ليكيش الجوز قبل كده ومع النسف عادي اللي هو الحاجات اللي احنا عميين نحارمها لا مع النسف ولا مطلقة ولا اي حاجة عايد لكن عيش تحت سقف واحد ما واحد ما يشواش دي حاجات اخترعوها اخترعوها الرجالة المؤذيين عشان يرهابوا بيها سوش دي حقيقة انت لو كيفي كومنت خربت البيوت خرابت البيوت مؤذية خرابت البيوت ودي دكتورة خرابت البيوت عشان بنقول ان انتو ببقى في ناس منكم كتير مرضى وبيستغلوا ان الست ضعيفة ومش قادرة تقف تقول لا بيعلقوا الرجالة اللي من نوعية دي فعال اه بيلك دهية وبعيني بقى ايه الكومنتات الجديدة بيقولك لدت لها دي في البيت دي تبقى جارية الجزهة بس ايه بتقومكنتو طب احنا بندفع عنكم على قد ما انا قدروا ونطلع دكاتر النفسين عشان نعمل كده عشان بنشوفلكوا انتو حل انتو لو بتبعتوا وقلوا لي اعمل ايه بس كان بيت فعالا زي ما انتو قلتين انا عجبتني مصطلح بتاع دكتور وفاق لو وقعنا عليكم فلوس مصطلح هتجروا كلكم انا اللي مقعدني معاك يا مات حد عشان الفلوس صح؟ يعني الاغذي حقيق طب وياسمين لو ودينا لها فلوس هتسيبه ايه؟ ما هي ياسمين بقى في حاجة موفوضة عندها كده هي لو بتحبه لا مش هتسيبه هتفضل موفوضة انت بقى الجسي النب بصي خدي بالك انه فيه ستات فعلا بتعملك كده يعني دي مش حاجة عجيبة انه هي بتبقى النموذج ده عاشت معاه في بيت الاهل فهي بتروح للنموذج اللي يشبه بيتها اللي تربت فيه حاجة اسمها تكرار كهري يعني طول الوقت انا بقع في نفس الراجل اللي بيشبه ابويا فانا لو اضربت في بيت ابويا اه هموت في الضرب اه هموت لو مكنش يضربني كده تستغربي السادت دي مستحمل الراجل ده ليه لان هي اصلا مش شايف في الضرب مشكلة احنا عندنا مشكلة بقى في الادراك هنا يعني ياسمين هي بتبعت القصة بتقولك انا خايف اكون بظلمه اه يعني انا اوه اكون زلافتك بعد ما بمرتلي حياتي كلان وعيالي هتلاقي فيه بناتك السادتات بيعملوا كده تقولي لستة مشاكل وكوارث عملها باين تقولك في اخر قصة انا خايف اصنعه فبعد اضحك على الحاجات دي اقولي يعني مفروض يساوي يوشك بالاسفل تعالشان تسبيه المفروض يتلك يجرجارك يعني عشان تسبيه يعني فاضل ايه على الاهانة وانه بيتجر في المخدرات وانه مهمتهم سيطرة ايه الميزة على فكرة السادتات ما بتفكرش في الميزة من الجواز خالص يعني لو سألتك دلوقتي يا دكتور وفاق عندك حالات شبه دي شفتيها؟ كتير برا العيادة وجوه العيادة وطول الوقت بصي انا بشوف ان ما فيش حد بيستحمل هزا كامل من الاذاء الا اذا كان عنده مصلحة من الجوازة دي طب هي عندها مصلحة ايه ما بيصرحوش بيها يعني اما بتحبه مكسوفة تقول انها بتحبه او هي مستفيدة مدين او اي حاجة ما بتكلمش على حالة ياسمين بالذات بس نعم انا بتكلم بقى عن حالة ياسمين انا حاسة ليه بتحبه ويعني واحد دخل السجن مرتين واستنته واحد بيخونها واستنته وقال عليها باردة واستنته هو اللي دقيقة قوي انه انا شايفة ان كل ده عد عادي والمعاش ويعني امامتها اصلا يتخش الجمعية ومامتها تقبضة يعني حماتي تروح تدفع لي فلوس الولادة بالعافية هي استحملك كتير قوي طب ايه بتحبه او ما بتحبه او ما بتحبهش يعني انت مو انت بعمها تذكر حاجة ملتني يا اما هي بتحبه يا اما هي مش عايزة ترجع لبيت الاهل علشان مش هيصرف عليه مش هيصرف عليه بس هيكت لسه متجاوزة لأ الطلاق مختلف ممكن ما اصرفش عليها ستات كتير بتخاف من كده على فكرة زي ما انت قلت مش فيه ناس طبعا غاوية تعزيب تعزب نفسها تاهر نفسها اه فيه ناس طبعا تحب دور الضحية قوي تدايقتوني كلكم يا ستة احنا مش عايزين ندايق شوف انت عايزة تدايقتوني كلكم والاديق نفسها ففيه ناس طبعا غاوية انها تدايق نفسها وتعذب نفسها وتعيش كده أعيش ضحية أنا مظلومة هي بتتغذي على ده وبتفضل طول الوقت كده ولو جيبت لها حلول هتحط لك عراقيل أو يعني لازم تحط كده عواقق ضد التنفيذ لأ أصلا مش عارف أعمل ده عشان كذا أصلا مش عارف أعمل ده عشان كذا أصلا مش عارف أرجع لأهلي بس كل دي بتكون مجرد مبررات للاستمرارية طب إمتى نقول الاستمرارية هي الحل والست ملهاش غربتها وبتجوزها ويكون فيه مشاكل خارجية المفروض السيد ستحط لها حدود يعني الأهل بيدخلوا لما بيكون المشكلة مش في الزوج نفسه نعم يعني أنا أهل وحشين أرجع له هو لا إفردي إفردي أنه جزء كويس بس أهلهم وحشين خلي عندك شخصية ورحوا لهم ما يدخلوش مش ميديهم فرصة يدخلوا بس أظنى أصلي لو يدخلوا فرصة يدخلوا بدي أزمة يبقى هوا شخصيته ضعيفة ملاش غربتها وبتجوزها لو ما بيخلوهم يدخلوا لا لا ما بيخلوهمش يدخلوا حاطت لهم حدود لازم تكون العلاقة بينهم أصلا كويسة لا يعني إيما تقولها يا بنتي رجعي ده خلاف عادي يا ياسمين ست ملاش غربتها وبتجوزها ولا المصطلح ده ما بقاش يتقل أصلا جائز والمصطلح ده أصلا بيتقل بصيغة بصيغة يعني وفي مواقف مش مناسبة خاصة مطاطة زي ما بيقوله زي ما بقى فيه أغلبية رجالة نرجسية عايزة الستات تفضل عايشة كده يعني ما ينفعش نتكلم بشكل مطلق كده ونقول إن بيت جوزك ده جنة ما هو ممكن يكون بيت أهل الجنة حبه جنة وعيشت فيها جدع ما بلاش الأغنية دي يعني بعدها هتلاقي لا هتلاقي كوارس زي ما شفنا في حكاية ياسمين اللي هو ليه كده بالضبط فهي دي فكرة فكرة إن هي لا يعني مالهاش اللي بيت جوزها لا أنا بس بعيز أخد مصطرح مختلف خلينا نقول إنه إمتى نقول إن هي ترجع أو إن دي إن هي يعني تبقى في بيتها ما تتطلقش أو ما ينبقاش مدعمين للطلق لما تكون الست مضطربة هي اللي عندها المشكل فبتوسيق تفسير كل حاجة بيعملها الزوج لكن لما تشوف إنه بيكلم محدد تانية وبيشرب مخدرات يقول عليها بردة هو منحرف سلوكياً بالكامل وده الأم اللي بتتسرب بالشكل ده يديك فكرة يا ربة الإبن ده إزاي وإنه أفته وأخوه كمان بيبعتوله فلوس من بره وحاجة حاجة أنتو بتلموله بتساعدوه طب أنا بعيز أروشية تأخير الرجل تول ما هو أنت بتلمي وراه هو ما بعملش حاجة بيتحول لطفل سواء كنت يمامته لا أنا عرف حاجة تانية عرف الرجل تول ما واحدة يديته بمبوني يمشي وراه لو أنت بتعملي طول الوقت بتحليله مشاكله طول الوقت أنت لو أغضى دوره في الأسرة أو في البيت أنت مش هيتحمل أي مسؤوليات حتى شخص اعتمدي هيتحول اللي طفل اعتمدي بالضبط عايز أبقى رجل تأخير تقولي ليا شو أنت عملي والأهلي كله أول حاجة مش عايزين نعتمد على الحب لوحده وفي الارتباط وعايزين يكون فيه دايما العقل والقلب ماشيين سوا يعني فيه مقولة بتقولك إذا ذهبت إلى الحب خذ رأسك معك لازم تغذي دماغك معيك فما ينفعش يألغي دماغي وأطول الوقت شايف أنه هو ملاك خلاص وعم يعيني عن أي المصطلح الدارج اللي بتقال كتير ريت فلاكز أو الحاجات القوية أو العالمات اللي بتبين أنه هو ما ينفعش فدي محتاجين نعملها ضروري أن الست ما تكتفيش بالحب وهي جاية تتجوز رقم اتنين أنه الست تفهم أنه أيوة في حاجة اسمها اختصاب زوجي وأنه ده ما ينفعش أنه هو تعديه بالسهولة وأنه ده أبيوز دي حاجة صريحة جدا انتهاك ليه الست ولمسيحيتها الشخصية لأدمياتها فما ينفعش أنها تشوف أنه ده حاجة طبيعية طبعا لما بتتعرض لده بتلجأ لمين بصبت بصي يعني أنا شايفة يعني هيا لو طلب ينفع نقول حاجة زي دي للأهل آه ليه لأ يعني أنا كان عندي مرضى أو ثيرابيست أو نروح لحد مشكلة عندهم مشاكل شبيهة وقالوا لأهلهم وقالوا لي في الجلسات حلها بيبقى إيه هنا حلها بيبقى ما فيش استمرارية هو لازم يتعالج هي أن هي ليه الناس بتطفي على الأعراض المرضية صفة دينية أو صبغة دينية أو تقول إن ده طبيعي أو تمرره كده أو يسموه حقه الشرعي لا مش حقه الشرعي هو مريض نفسي كده لأ أيو يعني احنا محتاجين نقول ده أن الراجل اللي بيعتصب مراته ده مريض نفسي أيو وقسي على كده كل حاجة هتلاقي بيعمل حاجات كتيرة قوي فيها شريرة ماشية مع فتلة نحن عندك كرامة يا أخي وحنية يا أخي ونخوة يا أخي طب تقولي الأهل ياسمين بقى نهارض مش لكل الأهالي احنا قلنا بقى لكل الأهل يعملوا إيه بس أهل ياسمين بالزي يتحرط دكاف كان لازم بس خلاص اللي فاتفت يعني ما خلاص اللي فاتفت فراز ما بيقول يتحرط دكاف للبني آدم اللي كان مفروض يرتبط ببنتهم أنهم يبقوا مش كل همهم يمشوها من البيت لازم يشوفوا هي متجوزة مين وبتعايشة مع مين دلوقتي نعملين أعتقد أنه يعني العلتين دول كده بينين أن مستواهم شوية مش كبير مدين أو مش مستواهم مش متواضع فيمكن ده اللي بيخليهم عزين يمشوها من البيت تبقى على قد حالها ومثقفة المفروض المفروض بس كفي ناس عندها بتاخد سرطة بتعلمت بتعرف تتكلم خد قدر من التعليم وقدر من الأصول يا أخي يعني الأصول بتقول إيه أنه يبقى واحد فعلا بيفكر عنده حكمة مش كده يعني أنا بشوف لو أنا هقول حاجة لأهل ياسمين بشكل خاص أنه هم يدعموها يعني كفاية أنه هم ما كانوش وقفين في ظهرها كفاية في وقت المشاكل ورجعي وكده وأنهم وافقوا على الجوازة دي بالرغم من مشاكل الواضحة جدا يدعموها بقى في الانفصال يعني يدعموها في الانفصال يعني بدلا ما يصرفوا عليهم بيتها يغدوها ويحفظوا عليها أنا أنا بقول حاجة دايما في فكرة اللي هي مقابل الطلاق دايما بقول طم قطيه نتعالج نعمل علاج زوجي ونجيب دايما فأيتمان مع علاج زوجي وإدمانه ونعمل ونعمل شرط إن أنا مش هرجع لإذا تعالجت بس هل بقى هو هيرضع يتعالج مستحيل بجد أنت حاسة بوزي ياسمين أرضى في الفصة مش هيرضع خالص لأنه تربى على كده خلاص الخلل عنده من التربية فلوراقهم متسلطة هي مش هشايفة أن ابنها عنده أزمة تعالجين تود مني الدكتور أنتوا تجننتوا أنا مني تجنن أنتوا لكله جننتوا إلا حمدة حبيب ماما بشكرك جدا يا فوفو نورتين يا دكتور وفاق مرسي يا حلقة بشكرك جدا ويا رب نكون استفادنا كورينا من الحلقة دي وعرفنا مصطلحات جديدة بالنقشها لكل البيوت المصرية بأدب وباحترام بس يبقوا فاهمينها مش كل حاجة نيجي نقول عليها عيب ماينفعش نتكلم فيها ليه في حاجات لازم نتعلمها وحاجات الأصول ما بتقولش عشان احنا ينفع نعملها فلازم نتكلم ونشوف عيالنا ونشوف ولادنا حتى لما يتجوزوا ويكون في حل فيش حاجة اسمها الست مالهاش غير بيتها وبتجوزها لما يبقى جوزح نين وراجل ويشيلها فوق راسه مش يعمل معها اللي انتوا سمعتوا النهار ده بشكركوا جدا وهنستناكوا في حلقة جديدة وقصة حقيقية باي باي